اشتركوا في القناة تدعم وتعزز الاقتصاد الوطني بما يعود بالخير والمنفع على الوطن والمواطن لمواصلة مسيرتنا التنموية المباركة نحو المزيد من التقدم والرقي مؤكدا جلالة الملك المفدى أن المملكة وعلى الرغم من التحديات نجحت في قطع أشواط متقدمة في كافة المجالات التنموية بفضل من الله ثم بجهود وسواعد أبنائها المخلصين كما أكد جلالته على أهمية مواصلة العمل والسعي للاستمرار في خطط التنمية والتطوير والتحديث لمزيدا من الانجازات وتحسين الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين مشيدا جلالته بعطاء أبناء البحرين وإخلاصهم وتفانيهم في خدمة الوطن وتعزيز نهضته التنموية في كافة المجالات وأعرب جلالة الملك المفدى عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على جهود السموهم المتواصلة في تعزيز نهضة البحرين الحديثة وتقدمها وازدهارها وسعيهم الدؤوب لتطوير الأداء والعمل الحكومي لتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات الوطنية في كافة القطاعات هذا وقد قدم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر دعوة لتشريف جلالة الملك المفدى حفل زواج حفيد سموه سعادة الشيخ خليفة بن راشد الخليفة وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على هذه الدعوة الكريمة متمنيا للشيخ خليفة بن راشد زواجا ميمونا مباركا وحياة سعيدة